لم تسلم اية دورة لانتخابات مجلس النواب منذ 2005 الى اليوم من اتهامات التزوير والخروقات ومطالبة الكتل الخاسرة بالعد اليدوي ومن ثم ادخال البلاد في دوامة الصراعات والازمات لتنتهي هذه العملية بتوافقات وتوزيع للمناصب الحكومية حسب المحاصصات الدينية والطائفية ما افقد الشعب الثقة بعناوين هذا التجاذب وفي السياق وجه رئيس مجلس المفوضين الاسبق عادل اللامي رسالة شديدة لهجة للخاسرين بالانتخابات مؤكدا ان كل القوائم اخذت استحقاقاتها وتساءل ان من يدعي الفوز في انتخابات 2018 لماذا لم يعترض على سيرفرات الامارات مضيفا ان الصحيح هو خسارة الكتل والاحزاب وبالتالي عليهم الاعتراف بذلك لا غيره